طيب أخيرا وسريعا كمان هل حضركت أعتقد أن اختيار دكتور كمالي جنزوري رئيسا للحكومة هيؤدي الارتفاع مؤشر ثقة المستهلكة المصري في الاقتصاد؟ هو بالفعل حصل له فيه هدوء في الأسواق فيه مؤشر البورصة بقى كويس جدا أعتقد أن بدأت حالة الأطمئنان يعني يدخل مع استثمارات من جوة استثمارات داخلية إعادة تدوير رؤوس الأموال المستثمرين اللي ركنين فلوسهم في البنوك مستنين يشوفوا الوضع إيه بدأوا بدأت الدنيا تهدى طيب وهل الانتخابات ليه كمان تأثير؟ يمكن لحد ما الناس تعرف البرلمان اللي جاي هتكون شكله إزاي الرئيس اللي جاي هتكون شكله إزاي توجهاته هتكون عاملة إزاي هل ده كمان مؤثر على ثقة المؤثر؟ أكيد التوجهات السياسية دي برضو بتأثر على ثقة الناس في المستقبل ونظرتهم للمستقبل وخاصة لما الخريطة السياسية هتتشكل ده هيدي نوع من إما تفاول أو تشاوم المؤشر على فكرة في تطبعنا السلسلة الزمنية بتاعته بيتأثر تماما بالأحداث السياسية لما بتتغير قوانين اقتصادية بلاقي المؤشر بتغير لما بترتفع الأسعار بلاقي التفاول أو التشاوم بيتغير فممكن الشهر الجاي بقى نشوف بعد نتيجة الانتخابات هتكون الخريطة بدأت يتشكل الحكومة هتكون خذت بعض الإجراءات وتتنفذت هنشوف النتائج هتنكس ازاي بقى ان شاء الله ان شاء الله يا جميع ان شاء الله يا رب تكون ايه جباية نتفاعل ان شاء الله جميع آآ وبذات بنتمنى طبعا لأن لو في قطاعات تم لغيها تماما من زي السياحة مثلا أنا هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو تم ايه؟ لو تم آآ لو تأثرت يعني اه طبعا جير المسؤولة من بعضك التي هجمت سلوكيات السائح الأجنبي سلوكيات والمعابل اللي هيتم آآ بغض النظر يعني طبعا ده مش هيحصل لان هناك هيقات دولية وهناك آآ يعني ما اعتقدش الدنيا هتبقى سايبة للدرجات بس انا قصد ان ايه؟ اثرت مخاوة برضو يعني اثرت مخاف عند الناس كتيرة انا قلت في الاول ان فعلا تأثرت طبعا وبالتالي خرجت مليونية النسيحة رزقان بالزبط دي بتوصل رسالة طبعا مش معقول واحد يعني هيبقى اجنبي جاي علشان يشوف البلد هتقول له البس ايه وما تلبش ايه؟ يعني لأ لسنا وقلاء الله على الارض طبعا يا فندم طبعا صعب قوي يعني اه استاذ شارل فوقيد مدير تحليل جارية المصر اليوم بشكر حليك جدا يا فندم على وجودك والاستاذ احمد حلمي نائب مدير ادارة تحليل المعلومات بمجلس الوزراء شكرا جدا يا فندم شكرا ننتقل لفاصل من كامل معاك وباقي فاكرات نهرك سعيد شكرا